اهلا بكم حبيبي طلاب جريد فور في درس جديد على قناة برايفت ماس لسونز وده ان شاء الله هناخد لسون سريه في يونت 2 اللي بعنوان الفيجوال باترنز الدرس بتاع النهاردة اولاد درس سهل جدا جدا بيعتمد ان احنا يكون عندنا قوة ملاحظة في ان احنا نشوف الاشكال اللي قدامنا عايزين نتعرف مع بعضين يعني ايه كلمة باتر؟ الباتر يعني نموذج او حاجة عمالة تتكرر طيب التكرار ده بيتم ازاي؟ التكرار ده ممكن يكون عن طريق نمبر بيكرر او عن طريق سيمبلز بتتكرر او عن طريق اشكال بتتكرر هنتعرف على انواع التكرارات في الاكزامبل ده ولازم نعرف حاجة مهمة جدا جدا اللي هي ايه؟ اللي هي الرول يعني ايه الرول؟ الرول يعني القاعدة او السيكونس او السيستم او النظام اللي انا حمشي به طيب تعالوا نشوف مع بعض الاكزامبل ده ونشوف الرول هتبقى ايه؟ انا عندي هنا الزيرو جي بعديه السري وبعديه السيكس وبعديه الناين لازم هنا نلاحظ ونفكر ايه اللي بيحصل؟ هو بيمشي ازاي؟ اولا بيمشي بيزيل طب بيزيد ازاي؟ بيزيد بقد ايه؟ يعني الزيرو عشان يوصل للسري عملنا بلاس ري والسري علشان توصل للسيكس عملنا بلاس ايه؟ بلاس ري والسيكس عشان تروح للنين اتعمل لها بلاس ايه؟ بلاس ري وكذلك انصقن يبقى انا لما حاجة عند الففتين هعمل لها بلاس ري اوصل لللي بعديها هنا بقى حنعرف الرول يبقى الرول بتاعتي عبارة عن ايه؟ بلاس ري ان احنا بنزود سري كل لما نمشي على الرايد بنزود سري يبقى ده اولاد بنسميه باترن يعني سيكوانس او مجموعة من التكرارات اللي بتحكمها رول معينة طيب نيجي نشوف الباترن اللي تحتي ده ده سيكوانس من النمبرز لكن ده سيكوانس من الايه؟ من الفيجرز هنا الفيجرز دي هل في ترتيب معين هي ماشية بي؟ ناخد بالنا هنا سكوير هنا سكوير هنا تريانجل وبعدين سكوير سكوير تريانجل وبعدين سكوير سكوير تريانجل يعني واضح ان هي دي الباترن رول بتاعتي يعني دي الرول اللي بامشي بيها يبقى احنا بنقول هنا في الباترن ده السيكوانس بتاعي او الرول بتاعتي سكوير سكوير تريانجل فهمنا إليه كلمة دي الحاجة اللي أنا بمشي بيها في البتيرة لقد أرى على هذا الشكل مثلا عندما نظر على التكارات سنجد إذن كيف يتكرر هنا عندما يصبح القلب الأحمر و العصاية و الثقاية لأي أن القلب يتكرر عن بعد و عن ثوات العصاية و عن ثوات إذا نظر files هذه المجموعة هي عمالة القرر هي القرار الثاني والقرار الثاني يبقى دي بنسميها الرول بتاعت الباترن او السيكوينس بتاع الباترن تعالوا مع بعضين نشوف الاكسرسيز اللي علصن بيقول لنا هنا discover the rule and define the next one خلاص عرفني عن ايه الرول اللي هي الجزء اللي في الباترن اللي عمال يتقرر يلا نبص هنا عندي سكوير وبعدين ركتانجل صغير لو فكرنا شوية هنلاقي ان الجزء ده هو اللي ايه اللي بيتقرر يبقى ايه هي الرول اللي هي الايه السكوير وجنبيل ايه الركتانجل طيب مين هي النكست ستب او النكست وان هنرسم هنا ايه هنعمل كده السكوير ييجي وبعد كده ييجي مين الركتانجل طيب يالله هان مين هي الرول الرول بقى هنعلم عليها هنعندي سكوير 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 تريانجل سكوير تريانجل سكوير تريانجل تريانجل يبقى واضح ان البترن عباره عن ايه بامشي سكوير واحد واللي ستب التانية ازود تريانجل على اللي موجودين يعني هنا هقول السكوير اهو وهنا نحط فور تريانجل طيب ايه هي الرول هنا الرول مقدارش حددها لانها مش باترن ثابت بيتكرر الرول مبنية على حاجة اسمها يعني احنا لازم نعرف ايه اللي بيتغير البترن ده ماشي على لكن دي رول سابتة كذلك هنا انا مقدارش اقول هنزود ايه لكن هنا انا شفت رول سابتة بتتكرر وهنا رول سابتة بتتكرر لكن هنا التكرار ابارة عن طب يلا هنا عندنا سكوير اللي بعده زودنا واحد هنا وواحد هنا اللي بعده زودنا واحد هنا وواحد هنا يبقى انا ماشي على يبقى اللي بعده هعمل ايه هنعمل تحت فور ونعمل كده فور وهنا هنزود توبا وهنا ايه هبقى نسميه نسميه عندي مقسوم بالنص وبعد كده بالطول هنا هناك رول لكي تكرر هنا سيكون مقسوم بالنص وهنا سيكون مقسوم بالطول هناك رول واضحة قدام هنا سيركل فاضية سيركل جوه تريانجل تريانجل جوه سيركل وابتدينا نقرر هذا الكلام يبقى دي رول هنا ان انا شايف حاجة بتتكرر اقدر اكرر بها دي سيركل ونضع تريانجل جوه ايه جوه سيركل ابي سي ابي سي ابي سي واضح جدا ايه هو ده الرول اللي هو مجموعة الحروف ابي سي ابي سي طيب اللي بعد كده S S T A S S T A S S يبقى هنزود ايه واضح ان احنا بنكرر S S T A يبقى دي الرول شايفانها قدامنا وظهرة يبقى هنزود هنا T A يلا هنا A B A B B A B B B وبعد كده رجع تاني A B يبقى فيه رول ولا بفيش رول اه فيه رول كل دي كل ده هيتكرر يبقى هقول هنا A B B B واعتبر دي الرول وارجع قرارها كلها تاني يبقى هنا A B A B B A B B يبقى احنا في الدرس ده لازم نفكر ونلاحظ طب يلا نشوف هنا يلا هل هنعرف طلع رول R M M C R R M M C R R M M C R يبقى الرول اهي هنا لدي شغل تاني حليق وهي رول نستمر على حالة جميلة إنه إيجلي يقررها يلي حيوم نستمر بشارة وكذلك 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 ثم серي وهذه هل سهلة يبقى هنا سري وان تو سري هنا نحط وان هنا نحط ايه تو يلا اللي بعد كده ازد بي واي سي اكس اه دي عايزة بقى ايه نفكر جايبين اول لتر في الالفابت لترز وبعد اخر لتر وبعد كده السكند من الفرست والواي السكند من اللاست وبعد كده السي دي عايزة بقى السيرد من اللاست يبقى بعد السي ايه دي واللي قبل الاكس اللي قبل الاكس يبقى ايه يبقى دابليو تمام طيب يلا هنا عندي تريانجل البس بتاعته فوق وبعد كده سكوير تو تريانجلز البس بتاعتهم تحت وبعد كده هنا كل الشكل بيتكرر تاني اه يبقى هاي دي الرول في عندي رول بتتكرر في البتر يبقى نحط هنا تريانجل كده على كده السكوير وبعد كده ترينجل ده كده وترينجل ده طيب يلا هنا بلاس بلاس ماينس بلاس بلاس ماينس يبقى هي دي الرؤول اللي بتبكر بلاس بلاس ماينس يبقى نزود هنا ايه بلاس ماينس لو اجابكم الفيديو يريد تعملوا لايك لصفحتنا على فيسبوك ولينك الصفحة موجود في الدسكريبشن بتاع الفيديو تعالوا مع بعضين نكمل الاكسرسايز عندي هنا بلاس وبعد كده ملتبليكيشن ساين بلاس كروس كروس بلاس عندي سري ملتبليكيشن ساينز devoし اعداد بلاس كروس كروس باللاس الدهول وحصوة سيشان تعملوا الملابس ده Thisculo simplemente نعمل الملابس على باستاتم او اجاب الترينجل للدهول پؤد ان هنا تعمل كده Não ا�� اعداد الداهول لدهول الذى licking here ve u yeah y concer cabe waters يبقى اكيد سيأتي هنا هذه الأشياء يجب أن نفكر فيها ونأخذ بالنا ماذا سيحصل؟ يعني يعتبر كل الكلام ده IQ Test سكوير 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 هناك شيء يتحرك جواه عندي تريانجل هنا بعد ذلك البيس جاءت هنا يبقى هو ماشي لفت وبعد ذلك جاءت هنا يبقى اكيد البيس بتاعته سيأتي المرة دي هنا سيأتي المرة دي هنا هيبقى كده طيب بالنسبة لهنا كلهم سكوير سيحصل ايه؟ عندي ده كده حتة دي بقت جرين وبعد ذلك لما جئنا هنا دي زادت بقت جرين كمان طيب و لما جئنا هنا زودنا دي يبقى هنا هيحصل ايه؟ الشكل كله؟ هيتلون كله ان هم الأول الأربعة كده يبقى دي تلونت ودي 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 يالله هان كلهم سكويرز يبقى اكيد هنا في ايه؟ سكوير اهو اللي بيحصل؟ تعالوا نشوف واحدة واحدة السيركل بدأت هنا بعد كده راحت على الرأي بعد كده نزلت تحت يبقى اكيد هنا حتيجي هنا ان هي ماشية لفت ماشية كده طيب يالله نشوف الترانجل ده بدأ هنا بعد كده راح فوق بعد كده يجي علمين بعد كده يعمل ايه؟ ينزل تحت يبقى الدرس ده مبني ان احنا لازم نلاحظ طيب يالله هان ساد فيس نورمال فيس سمايلي هنا ساد نورمال فيس اسمايلي يبقى واضح ان هي دي الرؤول بتاعتي بعمل ساد فيس الاول وبعد كده نورمال فيس اهو وبعد كده بنعمل سمايلي فيس يلا الشكل اللي بعد كذا عندي الباتر نماشي عن طريق فيجرز عندي الارو داخل يمين وبعد كده جاي لتحت بعد كده شمال لفوق اه يمين تحت شمال يبقى واضح ان هي دي كده الرؤولي يمين تحت شمال يبدوなる الا ماي فضيت ويتقرر وجود شونك واحدة فيها شرطة الفوق واثانين بعد كده بالجمб واحدة فيها شرطة الفوق واثانين اذا نقرر سنقوم بعمل شرطتين هذه هي الأشياء التي تحاول أن ننقصها هنا يقول لي في الأول يجب أن نرى الرول عبارة عن إيه؟ هنا 6 بعدها 13 هل هي زادت أو قالت؟ لا زادت لما زادت يبقى سنقوم بعمل بلس و سنقوم بعمل ملتبليكيشن حسنا 6 لتذهب إلى 13 زودنا قد إيه؟ عملنا بلس 7 يلا نختبر اللي بعد كده من 13 إلى 20 بلس 7 ومن 20 إلى 27 بلس 7 بقى يبقى إحنا كده جبنا الرول الرول بنعمل إيه؟ الرول بتاعتنا بلس 7 هي دي الرول يبقى لما أكمل البتر 27 بلس 7 يديني 34 وال 34 بلس 7 يديني 41 نيجي اللي بعد كده 5 بعدها 9 زادت أو ما زادتش؟ زادت بنزود بحاجتين يا إما هنعمل بلس يا إما هنعمل بلس يا إما هنعمل ملتبليكيشن نشوف 5 عشان تبقى 9 هل فيه تابل من 5 يوصلني للنين؟ لا لكن دي واضح أن تعمل لها إيه؟ بلس 4 طيب من 9 إلى 13 بردو بلس 4 ومن 13 إلى 17 بردو بلس 4 يبقى الرول بتاعتنا هنا بلس 4 لما نيجي نكمل البترن نزود فورة على 17 تبقى 21 ونزود فورة على 21 يبقى 25 يالله اللي بعد كده 1 2 4 8 16 ناخد بالنا بقى هنا البترن بيزيد طب بيزيد بالبلس ولا بيزيد بالملتبليكيشن؟ ال 1 عشان تبقى 2 يتعمل لها إيه؟ يا إما بلس 1 يا إما تايمز 2 لو عملنا بلس 1 هنلاقي إن 2 بلس 1 مش هتديني 4 لكن لو عملنا 1 x 2 تديني 2 نلاقي إن 2 دي لو عملها times 2 تديني 4 نلاقي إن 4 x 2 تديني 8 وال8 x 2 تديني 6 يبقى لو البترن يا أولاد ماشي بالزيادة نتوقع إنه ممكن يكون بالبلس أو بالملتبليكيشن؟ نجرب بالبلس منفعش لأنه نفهم معنا هنا بالملتبليكيشن؟ يبقى الرول بتاعتي times 2 كل النمبر أعمله times 2 يديني اللي بعده على طول يبقى هنا هنحط 16 times 2 هيديني 32 و32 times 2 يديني 68 64 يلا نشوف هنا 1, 3, 9, 27 and so on بيزيد ولا ما بيزيتش؟ بيزيد خلاص اتفقنا طالما بيزيد يأما هنختبر البلس يأما الملتبليكيشن؟ يلا نجرب البلس الأول ال 1 علشان يبقى سريق تعمله بلس 2 طب السري بلس تو تديني 9؟ لا ما تدينيش 9 يبقى ما ينفعش يزيد معاه بالبلس خالص يبقى أكيد هنا البترن ده زايد بالملتبليكيشن الرول بتاعتي بالتايمز يبقى هنا 1 و 3 ال 1 علشان تبقى سريق تعملها times 3 يلا نجرب هي السري مش times 3 ديني 9؟ يبقى الرول مزبوطة وال9 times 3 مش ديني 27؟ تمام؟ يبقى الرول بتاعتنا عرفنا نكتشفها وهذه عبارة عن times 3 يلا نعمل ويقوم ديني 8 وبعد كده نعملها times 3 و 3 times 7 يركضي 3 و 8 times 3 يعني 40 يلا نشوف اللي بعديها أولا ما ينفعش ملتبلاكيشن تروح لل7 اكيد دي بالبلس دي بلاس ايه بلاس 5 بعد كده 7 بقت 4 الله دي نزلت طب نزلت كام منس 3 بعد كده 4 بقت 9 زادت بلاس 5 بعد كده نزلت تاني منس 3 اه كده واضح واضح قوي ان الرول بتاعتي عبارة عن بلاس 5 زين منس 3 يبقى انا هنا ال 6 اتعمل لها بلاس 5 ال 11 لازم اعمل لها مينس 3 تتديني كام تتديني 8 وبعد كده اعمل للاس 5 يتديني 13 يبقى هنا الرول مركبة جاية من حاجتين مع بعض طيب يلا هنا ال 12 بقت 9 تعمل لها ايه مينس 3 يلا نجرب المينوس لو عملنا مينس 3 تتديني 6 اه يبقى الرول بتاعتي هنا مينس 3 يبقى ال 6 مينس 3 تتديني 3 وال 3 مينس 3 تتديني 0 يلا نشوف اللي بعد كده 1 over 3 بقى 2 over 9 بقى 4 over 7 واضح هنا ان النيوميريتر بيتغير والدينوميريتر بيتغير ال 1 علشان يبقى 2 هتعمل له times 2 طيب لو عملنا له plus 1 لو حطنا 2 plus 1 مش هتديني 4 هتديني 3 يبقى احنا ماشيين فوق times 2 وماشيين تحت واضح جدا times 3 3 times 3 9 times 3 يديني 27 يبقى انا الرول بتاعتي عبارة عن ايه عبارة عن times 2 divided 3 طول ما احنا ماشيين كده بنعمل times 2 divided 3 يبقى هنا نعمل ايه 4 times 2 يديني 8 و27 times 3 لسه جايبانا هنا ب81 طيب اللي بعد كده 8 times 2 16 و81 times 3 ب248 زي ما انتو شايفين يا اولاد لازم نكون مركزين واخدين بالنا اللي بيحصل لما بيكون في زيادة يأما بالplus يأما بالmultiplication لو مش سبتها معنا بالplus يبقى اكيد بنغير بالmultiplication يلا نشوف الاكسرسايز ده بيقول لي discover the rule اكتشف القعدة او اكتشف بنزود ازاي then complete هنا 17.1 17.2 17.3 واضح ان انا بزود one tense يعني بنزود 0.1 يعني الرول بتاعتي plus 0.1 يبقى سهل علي ان انا كمل طالما جبت الرول يبقى هنا 17.4 17.5 17.6 يلا اللي بعديها 13.2 13.4 13.6 ملاحظين ايه بنزود 0.2 يبقى الرول بتاعتي plus 0.2 وطالما جبنا الرول سهل جدا نكمل البتر يبقى هنا 13.8 14 14.2 14.4 يلا هنا 16.4 16.8 17.2 برضك اللي واخد باله هنلاحظ ان احنا هنا بنزود 0.8 0.4 يبقى يلا نكمل يبقى هنا 17.6 وبعد كده 18 18.8 0.4 يلا نشوف هنا عندي 10 9.6 ده بينزل ده احنا بنعمل سبتراكشن طب بنشيل قد ايه طب هنا 9.2 هو 6 يديني كام يديني 4 يبقى واضح ان انا بنزل بعمل سبتراكشن بال 0.4 يبقى هي دي الرول يبقى نكمل البتر طول ما احنا ماشيين نعمل سبتراكشن 0.4 يبقى هنا يديني كام يبقى 8.8 وهنا 8.4 وهنا يديني 8 يلا اللي بعد كده 1.2 2.3 3.4 ها بنزود ولا لا بنزود طب بنزود قد ايه اللي ياخد باله هيلاقي ان احنا بنزود 1.1 طب اللي مش عارف يجبها ازاي ناخد تاني واحد نعمله منس اول واحد يعني نعمل كده 2.3 منس 1 2 3 منس 2 يديني 1 2-1 يديني 1 يبقى انتو لو مش عارفين تشوفوا الرول او الزيادة لو هو بيزيد ناخد واحد نعمله ماينس اللي قبلي نطلع على طول الفرق قديم يبقى احنا هنا طول ما احنا ماشيين هنزود 1.1 يبقى هنا 4.5 5.6 6.7 يلا اللي بعد كده 2.2 3.3 4.4 بردك عمال يزيد لو واحد مش واخد باله نعمل ايه نقول ده ماينس ده يعني 4.4 ماينس 3.3 تديني بردو 1.8 1.1 يبقى هنا بنزود بردو 1.1 يلا نكمل هيبقى 5.5 6.6 7.0 يلا اللي بعد كده 12.3 23.4 34.5 نعمل ايه نعمل لهم ماينس ناخد مثلا ده ماينس ده نعمل كده 23.4 ماينس 12.3 4 ماينس 3 ديني 1 3 ماينس 2 ديني 1 2 ماينس 2 ديني 1 يبقى نتأكدت ان من هنا هنا بيزيد 11.1 لو عايزين نتأكد اكتر ناخد ده نعمله ماينس ده يلا 23.4 5 ماينس 4 ديني 1 4 ماينس 3 ديني 1 3 ماينس 2 ديني 1 يبقى فعلا احنا ماشيين بنزود هنا الرول بتاعتي بنزود 11.1 وطالما جبنا الرول سهل ان احنا ايه نكمل بقى يلا نزود 11.1 هيبقى 6.5 4 وهنا 7.65 وهنا 8.7 7.6 وبكده يبقى احنا وصلنا لنهاية الليسون الليسون سهل جدا وجميل بيعتمد ان احنا نلاحظ النومبرز اللي عندنا ونطلع ما بينهم علاقات ونكتشف الرول وبعد اما نكتشف الرول سهل جدا نكمل البترة يارب اكونوا فهمتوا الدرس كويس وبتوفيق لكم ان شاء الله موسيقى اشتركوا في القناة